انتصار تشريعي خرج به ذو الإعاقة ومعهم مجتمع بأكمله بإقرار قانون ذوي الإعاقة من قبل مجلس النواب القانون الذي يلزم جميع الجهات بالعمل به ينص صراحة على تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المسواة مع الآخرين وذلك في إطار من الحرص على أن يشمل القانون كل أوجه القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان كما يشمل حالات القزم رئيس لجنة شؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة أكد أن قانون ذوي الإعاقة يأتي تفعيلا للمادة 81 من الدستور والتي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واكتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم الجديد في القانون المقار حديثا هو نصه على أن تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل شخص ذي إعاقة وأن تعد له ملفا صحيا وذلك بناء على تشخيص طبي معتمد قانون يمثل انتصارا تشريعيا ينتظر اللائحة التنفيذية ومن ثم التطبيق ليكون تقدما كبيرا في باب حيوي من أبواب حقوق الإنسان